ستكون واحد معنا النهاردة من نجوم الكرة الشيكاية وكان الحقيقة واحد من نجوم أينتراخت فرانكفورت اللي اللاعب لسه كان يعني بيلعب السوبر الأوروبي في مواجهة ريال مدريد هنتكلم معنا دا ونتكلم معنا عن كرة الشيكاية وعلى فرص فرانكفورت في الموسم القادم مارتن فينين هو ضفنا فيه السادسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا نرحب بيه على شوشة الأهلية ونشكره على مشاركته معنا في السادسة أهلا وسهلا بك مساء الخير جميعا وأشكركم على دعواتكم الكريمة بأعتقد أنه إنجاز في حد ذاته وصول أينتراخت فرانكفورت لمباراة السوبر في أوروبا يمكن طبعا بولك هارد لك على خسارة اللقب أمام ريال مدريد إزاي شفت اللقاء وهل كانت نتيجة متوقعة من وجهة نظرك ولا كان أينتراخت فرانكفورت عنده القدرة أن يعمل المفاجأة حسنا أنا شهدت المباراة وبالطبع أنا أحب أينتراخت ولكن الفوز للأسف ولكن فوز الريال كان مستحقا وقد كانت النتيجة متوقعة لأنني أعتقد أن فرانكفورت للأسف أضع أكثر من فرصة في هذه المباراة هل تتوقع أن النتيجة دي أو الوصول للمحطة دي ممكن تكون دافع لفرانكفورت على المنافسة على الألقاب على المستوى المحلي في ألمانيا على الأقل مثلا لو كنا نتكلم حتى على فرصة في البونزليجا في الحقيقة قام فرانكفورت بالاستعداد الجيد قبل بدء هذا الموسم وخصوصا في ظل وجود لاعب ماهر مثل ماريو جيتسا وأظن أنه ستكون هناك الكثير من المفاجآت بمناسبة الكلام على المسابعات الألمانية يعني الحقيقة يمكن طبعا بروسيا دورتموند مع باي ميونيخ وممكن أقول لايبزك في السنوات الأخيرة كانوا الفراء الأكثر منفسة على الألقاب لكن الحقيقة لتنين دورتموند وباي ميونيخ رحل عنهم اتنين من أهم الأسماء ليفاندوفسكي من ميونيخ وإيرلينغ هالند من دورتموند هل تتوقع أنه يأثر على قوة المنافسة وعلى قوة الدولة الألمانية الموسم الحالي؟ حسنا بالتأكيد أثر رحيل هؤلاء اللاعبين على البطولة فقد كانوا الأفضل في العالم الموسم الماضي كل الفراء يمكن عملت ميركاتو بيعتبر الأقوى من أربع سنين بتكلم هنا على الفراء الأوروبية بشكل عام برشلونة السيتي بي أش دي وغيرهم طبعا من الأندية اللي حطت عنيها أو بتستهدف تحيق لقب الشامبيونزليج على العكس من الأندية الألمانية من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ وإزاي بتشوف فرص الأندية الألمانية عموما في المنافسة على الألقاب الأوروبية الموسم ده؟ حسناً في أعتقادي أن أندية كثيرة تنافز على هذا اللقب ولكن بالتأكيد سيكون الفائز مرة أخرى هو بايرين ميونيخ لكن الكلام هنا مش بس على المستوى المسابقات المحلية هل تعتقد أنه فريق زي بايرين ميونيخ قادر ينافس فريق أو فرق زي منشستر سيتي زي برشلونة زي ريال مدريد زي البي أس جي زي تشلسي على لقب بطول الدوري الأبطال؟ أعتقد أن بايرين ميونيخ لديه لعبين ذات كفاءة عالية ولديهم قدرة على تحقيق الفوز وتحقيق اللقب أهم وأبرز الأسماء أو الصفقات اللي انتدابتها الأندية الألمانية الموسم الحالي من وجهة نظرك السؤال على أهم الصفقات أهم الأسماء اللي انتدابتها الأندية الألمانية الموسم الحالي لتعزيز أو تقويت صفوفها أهم الأسماء من وجهة نظر مارتن فينين أعتقد أن أهم الصفقات مثل صفقة ليفندوفسكي وأن أرشح روبرت ليفندوفسكي أيضا للكرة الزهبية ده خارج حدود ألمانيا أنا بتكلم على يعني الصفقات يعني يمكن مش هتتفق معي أنا بعتقد أنه ساديو مانين نجم ليفر بولو السابق والبقاء الحالي يمكن يكون أهم صفقة حصلت في الدوري الألماني السنة دي طبعا أنه قناعتك بي كبيرة جدا خلينا أسألك عن خطوة انتقاله لبرشلونا يعني طبعا يمكن كان النجم الأبرز أو النجمين الأبرز في الدوري الألماني على مستوى الهدفين كان ليفندوفسكي وكان إيرلينج هالند الأول انتقل للليجة الأسبانية مع برشلونا والتاني انتقل للدوري الإنجليزي مع المان سيتي هل تتوقع أن هم أيضا ينفسوا كهدفين على لقب هدفي البطولتين ولا هيجدوا صعوبة نظرا لاختلاف المشاب نعم نعم من الممكن أن ينفسوا على هذه البطولة وأتمنى التوفيق لكلا اللاعبين من الفريق الأقرب من وجهة نظرك لتحقيق لقب بطول الدوري الأبطال على مستوى الكرة الأوروبية عموما ليس بس الكرة الألمانية مين هو الفريق الأقرب من وجهة نظر مارتن فين لتحقيق لقب دوري الأبطال طيب ومين على المستوى اللاعبين مين الأفضل من وجهة نظر مارتن فين من وجهة نظري كما قلت ليفندوفسكي وبالنسبة لبطولة كاس العالم اللي جاية مين المنتخب الأقرب لتحقيق لقب كاس العالم أعتقد أتمنى أن يفوز بكاس لقب العالم الأرنجنتين مارتن فين النجم أينتراخت فرانكفورت ومتحب تسيك بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة المترجم للقناة